السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي فيديو اليوم غادي يكون مميز جدا غادي يكون ان شاء الله بالتعاون مع المبدعة مريم باركات اللي غدا نقدمو لكم فيه ان شاء الله اطباق اقتراحات ديل اطباق ديل العراضة اول طبق قدمات مريم هو مجموعة من المقبلات الساخنة مع الفواكه البحر كيف ما كتشوفوا معي المنظر ديل السلطة جرائع جدا والطبق الرئيسي غادي يكون تجاج مضغمر بزيتون مثل لا والطبق الثاني غادي يكون غوتي معمر بالكفتة والكبدة مرافق بسلطة ديل الجبن والشامبينيون والخضر سوتي وفي الدسير قدمت بوم دالاسكا اللي هي عبارة عن غلاس تبارك الله ما شاء الله كل شي كي شاهد تمنيتكم كنتم من ضيبن الضيوف وانا ان شاء الله سنشارك معكم مجموعة من المقبلات اللي هي بسيطة وسهلة التحضير بما ان الفيديو غادي يجيني طويل بزاف لذلك غدا نقسمه اليوم غدا نتشارك معاكم غيهد المقبلات وفي الفيديو هات الجاي في الفيديو الجاي ان شاء الله غدا نتشارك معاكم شنو قدمت في الطبق الرئيسي والدسير بسم الله على بركات الله اول حاجه هنا قمت بها هي وضعت شوية ديالزيت الزيتون يعني في مقلات اللي حتى كن نضيفو زيت الزيتون والبصل عاد كنشارلو على البوطان ما خشش يكون سخون باش ما تتحرقش لنا زيت الزيتون هنا كنشحرها مزيان حتى كتنشف شوية من الماء وغدا نضيف هنا خمسمية جرام ديال شرائح ديال الداند او الدجاج يعني كنقطعوه شرائح رقيقة وغدا نضيف التوابيل توابيل غدا تكون شوية ديال سودانية كيف ما كتشوفو معايا ومعلقة صغيرة ديال الكوركم معلقة صغيرة ديال زنجبيل اللي هو سكنجبير والملح كتبقى على حسب الضوق وشوية ديال البزار يعني ما ضفتش بزاف الفلفل الاسود لانه ضفت صديجة سودانية من قبل وهنا معلقة صغيرة ديال حبوب الخردل معلقة صغيرة ديال الفلفل الوردي يعني هذا ممكن استغناء عنه لما توفرتش عليه ماشي مشكل هاد الحشوة سهلة جدا وما فيهاش مكونات بزاف هنا عدنا اه اه ورق ديال ورق الغار او الرند او 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 ورق تيدنا موسا وعدنا ثلاثة ديال ورقات ديال السلمية قطعتهم قطعة ارقيقة سافي هنا اضفت معلقة صغيرة ديال تحميرة وهنا عندي خمسمائة جرام ديال السمك الابيض يعني اي سمك لا توفرته عليه وشوية ديال الحمض تقريبا معلقة كبيرة ولا زوج ديال معلقة ديال عصير الحمض او عصير الليمون هنا خمسة ديال اه 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 دروس ديال التوما ونحاول ان نضيفه ما امكان كمية كبيرة ديال القصبر والمعدنوس يعني كتكون قد الكمية ديال القصبر والمعدنوس قدها كنضيفه ديال الزيبيناغ ديال الزيبيناغ ديال نشحرهم اه بوحدهم باش غن نشوفهم مزيان من من المى باش ما يتلقوش ليه المى فالحشوة ديال الزيبيناغ كانت عندي تقريبا ماشي بزاف غشي ميتين وخمسين جرام آه ما شيكيمية كبيرة إذا أريد أن تضيفه أكثر ممكن تضيفه أكثر ممكن نعوده هاد ليزيبيناخ بالجزر حتى هو ولا أخيزه كجيزوين حتى هو ولا القرعة حتى القرعة حتى هي كجيزوينة سوف نخلطه هاد ليزيبيناخ ولا السبانيخ مع هاد الحشوة هادي من بعد خليت الكامون هو آخر ما غدا نضيف باش ما غديش يمرر لي ومع طحنتوش هانتو ما غدا غا نحكو شوية بنيدية صافي وباش ما يتغاش لي بزاف تفتغي كمية قليلة ماشي بزاف هاد الحشوة هادي كتجي متبلة وكتجي لديدة بزاف وسهلا سهلا جدا اهنا المقبلة الثانية هي اهنا خديت شوية دي الكفتة الكفتة كانت متبلة من قبل كانت شوية دي التحميره وشوية دي الكامون وشوية دي البزار صافي هاد شيلي فيها وشوية دي السودانية عندي بسلام حكوكا شوية دي التومة وشوية دي القصبر والمعدنوس وبيضاتين هاد الحشوة هاد الكفيتة هادي يعني ممكن نضيف لها اضافات كتيرة ممكن نضيفوا آه القرعة القرعة كتجي زمينا بزاف مع الكفتة القرعة قرعة وحدة كنشدوها كنحكوها كتفتي لينا هاد الكفتة وممكن كذلك نضيفوا شوية دي اللوز الى بغينا ولكن غير بصليلة حكي نهارة كتفتي لينا آآ كتفتي لينا الكفتة وانسيت ما اذكرتش ليكم انني اضفت شوية دي الزيت الزيتون هاديرا معروفة ضروري نضيفوا شوية دي الزيت الزيتون في الكفتة باش مجيناش ناشفة سافي هنا عندي قلوبة ديال ديال القوق اللي سلقتهم مع آآ في الماء اللي فيها الحامض وشوية ديال الملحة باش ميجونيش باس لي غدا نعمار هاد آآ فهد لأثناء هادي قبل ما مدا كند نعمار فيهم كان كنكون آآ سخنت الفرن ديالي من قبل يعني كنسخنوه على ميتين درجة لان خاص غيريك الكفيتة ديالنا الطيب سافي لان القوق مسلوق ديجا هنا عندي آآ بطاطا لكنت محمق مقطعها دوائر وشويتها في الفرن يعني كند هنا غيب شوية ديال زيتون وشوية ديال المليحة وكن طيبها في الفرن لكي يكون آآ يعني الدرجة ديال الحرارة ديال تكون مرتافعة آآ انا كنديرها على ميتين وخمسين وهنايا غدا نرش هاد 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 القوق بزريعة ديال القرعة ايلا كنت كتعجبكم يعني المكاش كتعجبكم ممكن نعودوها بشوية ديال لوز او الفرماج الجبن ولا نكتافيه بالكفتة هاكذاك ولكن هاد اللي قغانتا هوا ما غيجربوهم هاد الحوبوقتا هوا ما احتفش كان انا كندخلهم شي مرات حتى في الكفتة لداخل يعني لطحناهم وضفناهم في الكفتة لداخل كي يضيفوا واحد النكهة واحد اللدة اهنا غدا نرش في الاخير غدا نرش بشوية ديال السودانية وبشوية ديال كامون مشي بزاف غيبش ميجونيش هاد هادي يعني ممكن استغناء هادا عنها لك تبقى غير اضافة وغدا نرش هاد شي كله بشوية ديال زيت الزيتون ممكن نعودو زيت الزيتون بالزبداي لبغيتو هاد شي كله نقدرو هادو يعني ممكن نحضروهم ليلا قبل ونوضعوهم فتلاجة اه حتى كي يقرب ايجي الضيف وكننا نسخنوهم شوية ديال الفران ورا كيتكالو يعني باردين ما كانش الكفتلة ما كانش فيها الشحمة بزاف يعني نقدرو نتناولوهم حتى باردين مش مشكلة هنا غدا ندوز باش نحضر اه يعني اه لسيقاخ لسيقاخ وهدو كموسات هنا كناخد الورقة كندهنا بشوية زيت الزيتون وكنرشها بشوية ديال السودانية شوية ديال التومة احتى هاد الشي اللي كنضيف يعني عباش كننستم شوية اولا تحميرة كنستم شوية هاد الورقة يعني ممكن انكم ما تضيفوش هاد توماوش في ديال السودانية ومجوش حارين بالمرة خافيهم السودانية هنا غدا نضيف هاد نوات كاجو اه قدرو تعودوها اما باللوز اما بالكوكاو يعني بش كنضيفو حد القرمش هاد لي سيقاخ هادو اه سافي كنلويهم هاكده وكنكن احتى دابا كنخليوهم يعني قدرو اللويهم هاكده ونخليوهم حتى كيقربو الضيف ديال ناعد كنحمروهم في الفرن انا كنسخن الفرن على ميتين درجة وكندخلهم يتحمروا هنا يا عندي اه النوع الثاني يعني نفس نفس الحشوة غيب تلتغي المنظر غيباش يجي يعني السلطة زوينة المنظر ديال ها زوين سينو اه يعني بالنسبة الحشوة يعني ممكن ان انا نعمره غيب الخضر اه يعني خسغي كل منظر ديال ديال السلطة زوين اه يعني مشي ضروري نضيفو مشي ضروري نعمرهم با السمك او الجيش طفي كيف ما كتشوفو معي المنظر ديال ها غا ديكون مختلف شوية حل على شكل كموسات غدا نسدهم بالكوردون غيباش اه كان بدلو شوي وصافي وحتى هادو يعني ممكن ان انا نحضرهم اه من قبل انا هنستعملت غيل ورقة ديال سوبر مارشي يعني مشي محضرة في الدار بحل الورقة بحل الورقة اللي كتباع يعني كتكون كتباع حتى في مارجان وفي اه حتى هنا كتباع هكدا في سوبر مارشي طفي كيكون المنظر ديال ها كيجي هكدا وهاد سلطة الباردين اللي قد نحضر دابا هادو احتى هما بساطين جدا وهادو كنحضرهم حتى كيقربو يعني يجيو الضيوف باش هاد لافوكا متكحلش لينا هنا اختيت لافوكا انا عندي ثلاثة ديال حبات ديال لافوكا اضفت ليهم شوية ديال التومة شوية ديال زيتون شوية ديال الحامض طبيعة الحل باش ما يتكحلش لينا هنا غنضيف شوية ديال الملح يعني الملح كيبقى على حسب الضوق شوية ديال الحار رما جتش حارة يعني وخضرت شوية ديال السودانية وهنا اضفت ليشالوت كتكون مناشفة يعني ممكن نعودوها بليشالوت طريا او البصل يعني بصيلة صغيرة ولا البصلة طريحتها هي كتجيزوينة وهنا شوية ديال الفلفل الاسود لي هو اه البزار صافي كنتحن هاد اه ما كنتحنهاش بس دافغي شي شوية كنخليها حتى كنت تطحن وكن نضيف لها هنيا شوية ديال القصبر والمعدنوس وممكن نضيفو لاسيبولات صافي انا بغيتو يبقى باين يعني ما بغيتش نطحنو مع مع بغيتش نطحنو مع لابوكا صافي بحلة هادي هي لغدت من السمنية هاد المطيشة المطيشة هنيا باش مطلقش لي الماء واحد لاستوس يعني قدرت ليها غيز زيت الزيتون صافي فقط زيت الزيتون يلا بوتوت تل ملح ما ضفتوش يعني زيت الزيتون صافي هنيا هاد المقبلة هادي سهلة جدا فيها غيش لادا والسمو في مي وشوية ديال الحامض وإلا كان عندكم لانات يعني ممكن لانات ولا الشبت انا هنيا كان عندي غي القصبر يعني حطيت غيش في يدي القصبر وهنا هاد المقبلة هادي كيف ما كتشوفوا معي انا غدا نضيف غيش في يدي المطيشة لمقطعها هرقيق كنزولو يعني الزريعة كنحاولو ننقيوها مزيان زولو لها الزريعة وكن نضيفو لها غيش شوية ديال زيت الزيتون ما نضيفو لملح لابتار لحت شي حاجة هنا عندي الفجل حتى هو قطعتو قطع عراقيق جدا واضفت لي غيش شوية ديال زيت الزيتون من بعد هديك اللافوكا اللي غنضيف من الفوق هي غدا تنسم لينك كل شي هادش ودينا صغير مكيه كل شي الفجل وهدي كلاها محش به محش به مع ديك اللافوكا متبلا محش به محش بالمضاق ديالو و هنا نضع نيكروفات لغضو السنف و حتى زيت الزيتون و القصبور و مليحة سهلة جدا يعني ما فيهاش مكونات كثيرة هذا بالطبق ديال التقديم فيتمنى نزلت العملي فات يعني صلاة بحال هاد شكل هاد هنا غن ناخد هاد طبقين هادا هاد ديال اللي فيه الازيتاج وهد وهد يعني التبصيل اوفال و غدا نوضع السلاطة شلاطة يعني الخص الخص الاخضر كيف ما كتشوفه معايا سافي و غنحاول يعني نحط يعني كل كنكونو وجدنا كل شي من قبل سافي يعني كل واحد كيقدم الطريقة اللي كتعجبو يعني ممكن هاد شي كلو نقدمو كل حاجة بوحدها يعني كتبقى هي مسألة تدوق يعني ممكن نحطو كل حاجة نسربيوها بوحدها سافي انا غنحط كل شي في هاد طبق هادا غدا نحط هادوك الكموسات و لسيغار و هادا لي فيغين سافي و نخليكم مع طريقة ديال تقديم اسف هو الشكل النهائي ديل هاد المقبلات اللي فيها بردة وسخونة اه نتمنى ان شاء الله اه تعجبكم وهنايا اه قدمت هادشي كله مع اه يعني سلطات مغربية زعلوك خيزو محمد وشلاطة ديل بربا هادشي كله عندي في القناة سنخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو تمنى من الله تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو وكن ضرب لكم موعد في الجزء التاني ان شاء الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة